مشاهدين وللمزيد من الحوار ينضم معنا مباشرة المحلل السياسي الدكتور حازم الشمري في حصاد الليلة مرحبا بك دكتور حازم بداية جدل وردود أفعال أثيرت مؤخرا حول قضية التمثيل السني ذو الأغلبية في البرلمان يعني كيف تصف اجتماعات بعض الكتل ومحاولة تزييف ومصادرة الحقاق تفضل بكل تأكيد التمثيل الرسمي في إطار النظام الديمقراطي هو الانتخابات وبكل تأكيد الانتخابات لا يتم تزويرها لأن إرادة الناخب السياسية سوف تلقي في إطار الورقة الانتخابية في الصندوق الانتخابي وبالتالي لا يمكن التعدي أو حبور أو تجاوز النسب الانتخابية التي ظهرت بانتخابات مجالس المحافظات الغير منتظمة بالإقليم لذلك ليس من حق أي جهة سياسية لم تحوز على الأغلبية الانتخابية أن تقول أنها تمثل هذا المكون أو ذات وإذا ما ركننا هذا الشيء إلى انتخابات القيادات أو المحافظات السنية أنا أعتقد جازما أن حزب التقدم قد فاز بالأغلبية الكبيرة في محافظة الأنبار وكذلك حتى في بغداد وغيرها من المحافظات الأخرى وبالتالي هو من يمثل الشرعية والزعامة في انتخابات أو تمثيل المكون السني أما التحالفات الأخرى التي تنادي بهذا الشيء لو كانت جادة حقيقة في هذا الرؤية لا تجاوزت حقيقة حزب التقدم في إطار وصوله إلى السلطة ولكن لحد الآن حزب التقدم هو الطاغي وهو الذي يمثل بالأعداد وبالأرقام زعامة المكون السني في إطار الانتخابات نعم طيب يعني الرئيس الحلبوسي أجرى قبل أيام سلسلة من اللقاءات السياسية المثمرة مع كبار المسؤولين وأيضا الزعماء هل تعتقد أن هناك ردة فعل معينة؟ بكل تأكيد حقيقة سيد محمد الحلبوسي هو في إطار جولاته البينية بينه وبين القيادات السياسية الأخرى الموجودة في العراق سواء قيادات كردية وحتى قيادات سياسية عربية شيعية هذا يمثل على أن هذه القيادات الشيعية والكردية هي من تكون قريبة إلى القيادات السياسية وسيد الحلبوسي هو يمثل بحزب التقدم الكتلة السنية الأقرب إلى هذه القيادات السياسية العراقية الأخرى التي تمثل مكونات سياسية متنوعة لذلك أنا أعتقد هذا التلاقي هو يمثل الأغلبية في إطار العددية الانتخابية ويمثل المشاريع السياسية القادمة في المحافظات العراقية التي انتخبت في مجالس المحافظات غير منتظمة بإقليم طيب يعني دكتور حزب تقدم مثل ما ذكرت حضرتك أنه يمتلك الحضور الواسع والقوي في محافظات عدة يعني هل هذا الأمر مقلق بالنسبة للخصوم؟ يعني في الديمقراطيات الهشة نعم هذا مقلق للخصوم لأن في الديمقراطية المستقرة لا بد أن تركن الخصوم إلى النتائج الانتخابية وفي هذا الموضوع لا بد أن تكون القوة السياسية التي هي خصم لحزب تقدم وزعيمها سيد الحلبوسي في إطار التهنئة وأن يكون جزءا من مشروع تقدم في إطار خدمة المواطن وخدمة الصالح العام ولكن للأسف ما نراه هناك تنكيل وهناك تزييف الحقاق من قبل خصوم سيد الحلبوس وخصوم حزب تقدم بالتحديد في إطار خلط الأوراق وجعل الضبابية في المجهد السياسي القادم طيب هناك من يقول أن بعض الأطراف مدفوعة من جهات خارجية تسعى لتشتيت المكون السني برأيك ما الغاية من ذلك؟ هذا ليس سراً أن القوة السياسية أو هناك ضغوطات خارجية تعمل في الداخل العراقي ولكن المعيب حسب رأيي الشخصي أن هذه القوة السياسية تستفيد من اللاعب الخارجي أو الفاعل الخارجي لتحقيق أهداف حزبية ضيقة لأن الصراعات الداخلية البينية والتجاوز أو قلب الحقاق في الإطار الانتخابي والاستحقاق الانتخابي هو يعكر المشاريع التي تصب في صالح المواطن وبالتالي السؤال لماذا لا تركن القوة المعارضة إلى النتائج الانتخابية وأن تمضي قدماً مع الذي انتخبه المواطن وتقدم هو من انتخبه المواطن لتحقيق الصالح العام وبالتالي هناك سنوات أربعة قادمة من الممكن أن تستفيد في إطار اللعبة الانتخابية وإن كانت جادة في إقناع المواطن بحقية مشروعها سوف ينتخب المواطن وإلا سوف تكون تقدم بزعيمها الحلبوسي هي الموجودة في الساحة السياسية وهذا هو ديداً الديمقراطية في الاستحقاقات الانتخابية طيب دكتور حزم هل ترى أن الأحزاب التي كانت تطلق الوعود قبيل الانتخابات وفشلت في تحقيق التمثيل النيابي تحاول الآن لملمة الأمور وإعادة إنتاج نفسها بأجندات خارجية هذا موجود حقيقة نعم ما تكلمت به هو موجود ومؤشر وملموس لدى المراقب السياسي ولكن هذا يعني حقيقة يضعف هذه القوة ولا يعمل على أن تكون جزء من المشهد السياسي لأنها تتلاعب في إطار الاستحقاقات الانتخابية وتتلاعب في البرامج السياسية وأظن همها رئيسي هو أن تكون قريبة من مركز القرار السياسي ليس همها هو المواطن لأن القلط أن المواطن قد وضع كلمته في الصندوق الانتخابي في انتخابات حرة نزيهة في انتخابات دموقراطية بجوء ليس هناك ضغوطا وبالتالي قد أشر هو مع تقدم ومع قيات تقدم السيد الحلبوس وبالتالي هذا هو المشهد العام ولا بد أن تكون هذه القوة السياسية أن تدعن لهذا القرار حضرتك هل تعتقد أن ملف اختيار رئيس جديد للبرلمان ما زال في دائرة الخلاف أم أن المحاولات الأخيرة أثرت على التحركات لحسم هذا الملف لا أنا أظن أنه ما زال التقدم ما زالت يعني كتلة تقدم حزب تقدم هي الماسكة بعصب الرئاسة البرلمان والدال لهذا الشيء أن السيد الحلبوسي موجود مع السيد الرئيس الحكومة ومع القيادات الرئيسة في إطار التنسيقي وكذلك مع حزب البارتي في قليل كردستان وبالتالي هو من يمتلك حقيقته حسب الأصوات وحسب العددية الانتخابية أنا أعتقد هو اللي يملك الذي يعني حق أو قرار أو حسم من سوف يكون في رئاسة البرلمان نعم المحلل السياسي الدكتور حزم الشمري كنت معنا في حصاد الليلة شكرا جزيلا لانضمامك